من الأخبار لحصلة مبارح للأخبار اللي هتحصل النهاردة إن شاء الله النهاردة الإمانة العامة لجامعة الدول العربية بالشراكة مع وزارة التخطيط والأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي هيطلقوا النسخة الرابعة من الأسبوع العربي لأتنمية المستدامة برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح أسيسي نهاردة مدرية القوى العاملة في سهاجة تبدأ في قبول طلبات التدريب للدورة الرابعة للفندقة الشملة مجانا والتقديم هيستمر لمدة عشر أيام من الساعة 8 الصبح لحد الساعة 2 الدهر جامعة أسيوت هتطلق النهاردة فعليات المؤتمر السنوي الدولي 13 لقسم علاج الأورام والطب النووي بكلية الطب بعنوان نحو تقديم خدمة طبية أفضل لمرضى أورام الصعيد نهاردة في محافظة إنا هيتم إطلاق المرحلة الأولى من الحملة التنشطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار حق اقتنظمي وهدف توفير خدمات وسائل تنظيم الأسرة بالمجان للمنتفعات بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا